صباح الخير عليكم جميعا أنا يهاب فتحال الرياض وهنقوم معكم اليوم في الفيديو رقم 24 في سلسلة الفيديوهات الخاصة بمنصة الأردوين يمكن في الفيديوهات السابقة دائما لما تكون عندنا data عايزين نصهرها أو نشوف output من الميكرو كونترولر بتاعنا كنا بنستخدم الكمبيوتر وكننا بنستخدم السيريال انترفيس عشان نشوف المعلومات الجايانة من الميكرو كونترولر إذا كان عندنا قياس بتاع ADC أو كنا بنكتب حاجة كنا دائما بنشوف الأوقود بتاعنا في السيريال قورت بتاعنا وكننا بنحتاج ان يكون دائما الميكرو كونترولر بتاعنا يكون موصل مع الكمبيوتر عشان نقدر شنو نقدر نشوف المعلومات الليلة هنجي نتعرف على طريقة جديدة كيف ان احنا ممكن نشوف output من الميكرو كونترولر بتاعنا بيانات ممكن هو يطلع علينا اذا كانت أي نوع من الميكرو كونترولر أو مايكرو كونترولر أثناء ما هو بنفذ البرنامج بتاعنا عايز يوريها علينا وهنستخدم LCD LCD باختصار Liquid Crystal Display النوع اللي هنتعامل معه اليوم هو بيسموه Character LCD Character ليه لانه ممكن يصهر لينا فقط حروف وأرقام زي ما شايفين في الشاشة هنا دي الشكل بتاع LCD بتاعتنا بالتأكيد كلكم كده كده بتكون شوفتوها بيتيجي برضو بمكاسات وأنواع مختلفة دايما LCD بيكون عندها عدد من الكولومز أوكي وعدد من الروز اللي انت ممكن تكتب عليها على سبيل المثال LCD الموجودة عندنا دي آآ اعتقد عندها عشرين آآ أو ممكن عندها واحد نين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسع عشرة ايداشر اثناشر 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 هنا في اليمين هي ستة آآ رو آآ 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 فيه أنواع تانية اسمها Graphic LCD فيه أنواع أخرى ممكن تكتصر لنا أشكال ممكن تصر لنا Animation فيه أنواع أخرى من LCD ممكن تصر لنا بالألوان يكون عندها يعني Color LCD وهكذا لكن الليلة إحنا هنستخدم أبسط نوع الهو Character LCD حقيقة كل زي ما قلنا عندها 16 رو وعندها 2 سوري عندها 16 column وعندها 2 rows كل Character بتكتب في Matrix اللي هي عبارة عن خمسة في سبع خمسة في سبع معناها اشنو؟ معناها لو تيجي تعاينه هنا تعمل zoom in على واحدة من الcharacters الظاهرة لينا هنالجاو أنه بتكتب عبارة عن شنو؟ واحد اثنين تلاتة أربعة خمسة ده خمسة واحد اثنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية خمسة في تمانية كل Character احنا عايزين نكتبه هو بتكتب كيف؟ بتكتب عبارة عن مربعات بيضة او ما مضيئة في matrix المداز بتاعها خمسة في تمانية طبعا عندنا library مخصوصة في الاردوينو بتاعنا هي اللي بتعمل لنا كل الشغل ده يكفي ان احنا هنوريها بس احنا دارين نكتبه حرف او دارين نكتبه جملة او هكذا وهي هات جملينا بكل المطلوب في الحقيقة في الModes of Operation بتاعة LCDs في ثلاثة طرق أساسية للcommunication ما بين LCD وما بين المايكرو كونترولر او ما بين الاردوينو اول واحدة دي بسموها 8 bit mode 8 bit mode معناه شنو؟ معناه في 8 data lines اوكي لو تجي تلاحظوها مواصلة ما بين الشاشة وما بين الاردوينو ما بين الشاشة والاردوينو ال8 data lines دي هما اللي بتنقل عنهم الinformation ودي بسموها Parallel mode of operation Parallel mode of شنو؟ Operation طيب بالاضافة الى 8 lines المتوصلين ما بين الاردوينو والLCD اللي نقول إلينا المعلومات هتلقوا برضو في مجموعة من اللاينز برضو موصلة ما بين الLCD وما بين الاردوينو تقريباً اثنين إضافيات وده اللي بيكون الControl lines في مود تاني of operation او طريقة تانية بتاع التوصيل بسموها 4 bit mode بدلا ما يكون عندي تمانية خطوط لا هيكون عندي أربعة خطوط معناها ال data الماشالينة بتتقسم على جزئين تمشي أول مرة أربعة bits وتاني تمشي أربعة bits ودي برضو بسموها Half Duplex Parallel mode الطريقة التالتة واللي احنا هنكون يعني هنوصل بيها اليوم الLCD بتاعتنا اسمها I2C الفايدة بتاعتها هي إنه محتاجة خطين فقط او 2 pins فقط من المايكرو كونترولر يكونوا موصلين ما بين ال LCD بتاعتنا وما بين الاردوينو بتاعنا وده بروتوكول اسمه I2C هو نوع من أنواع Serial Communication ما بين الاردوينو أو ما بين مايكرو كونترولر وما بين طرفيات أو طيب دائماً احنا بنفضل ال I2C لأنه التوصيل بتاعه أسهل وبيحتاج عدد أقل من ال pins المستخدمة لاحظوا هنا عندنا تمانية pins زائد اثنين كنترول لاين عشر هنا عندنا أربعة pins زائد اثنين كنترول لاين عندنا ستة pins احنا مستخدمينهم فقط عشان نتحكم في ال LCD المعناها لو عندنا يعني المايكرو كونترولر بتاعنا محتاج أن يكون عنده يعني أشياء تانية هو يتعامل معها أو يتحكم فيها هنلقى ربما في بعض المرات أنه ما يكون عندنا عدد كافي من ال pins ف الوقت الحالي من المفضل دائماً أنه نوصل ال LCD بتاعتنا مع المايكرو كونترولر باستخدام البروتوكول الاسمه I2C طيب معظم ال LCDs الموجودة في السوق اللي انت ممكن تتحصل عليها هي عندها الإمكانية دائماً إنها هي تشتغل في 8 bit mode أو 4 bit mode باستخدام باستخدام وفي الآن حديثاً بيكون عندنا LCDs جاهزة ممكن تكون تشتغل بال 4 bit mode 8 bit mode ومعها ال SP أو ال I2C protocol طوالي طيب لو حصل أنك انت عندك LCD بتشتغل بال 8 bit mode أو 4 bit mode وعايز تشغيلها ل I2C أصبح الآن في موديولز جاهزة إنت ممكن تشتريها independent يعني مستقلة بنفسها وتضيفها أو تركبها لل LCD أوكي وبتديك بعد كده الفونكشن إنك إنت تحول ال LCD اللي هي 8 bit mode إنك إنت تقدر تشغيلها بال I2C ودي الحاجة اللي إحنا هنعملها الليلة في LCD بتاعتنا LCD بتاعتنا باي ديفولت أو الديفولت بتاعها أو التصميم بتاعها إنها هي بتشتغل ب 8 bit mode عشان نحولها لل I2C اشترينا الموديول ده وجبنا الموديول الإضافية بنركبها عليها واتوماتيكلي بنقدر نحولها ليشنو إلى I2C طيب الفايدة شنو بتاعت ال I2C protocol أو النوع ده من السيريال protocol ال I2C protocol هو قالوا لينا إنه هو معمول يشتغل على 2 pins فقط في الأردوينو الهي الانالوج pin A4 والانالوج pin A5 في واحد بسموه في اللغة بتاعت I2C SDA و SD C SDC معناها القلوك بتاعت القلوك بتاعت I2C protocol ال SDA هي الخط أو السيليك اللي ينقول لنا الدادة قالوا لينا الفايدة بتاعته إنه إحنا ممكن يكون عندنا multiple masters و multiple slaves معنى الكلام ده شنو معناها أنا بسلكين فقط أو 2 pins فقط أنا ممكن أوصل عدد من الحاجات اللي أنا عايز أعمل ليها control مثلا ممكن أوصل عدد من ال LCDs اثنين، ثلاثة، أربعة بنفس ال lines ممكن يكون عندي عدد من الماستر الماستر فيما معناه هو المايكرو كنترولر اللي بيتحكم فيه السليف بيديوا الأوامر أو بيدي يطلب منه بيانات وهكذا، ده اللي بيتحكم السليف هو المطلقي للأوامر وهو دايماً اللي بينفز الأوامر زي ال LCD في الحالة بتاعتنا هنا عندنا مايكرو كنترولر بيرسل ليها أنا عايز أكتب عليك شنو والسليف هو ال LCD في الحالة دي هي دائماً بتستجيب تكتب الأمر الجاهة أو المعلومات الجاهة من المايكرو كنترولر الفايدة الثانية بنقول عليها شنو؟ إنه ما شرط إنه يكون عندي في التوكنز ديال فقط موصلين LCD واحدة أو سنسر واحد لا، ممكن يكون عندي عدد من السنسر عندي عدد من ال LCDs مختلفين فيه ممكن عدد من الماسترز ما شرط إنه يكون عندي ماستر كل ممكن فيه ماستر يعني كلهم كل واحد منهم ممكن يطلب مختلفة ده بدينا إمكانية كبيرة جداً جداً أو فلكسبيلتي عالي جداً جداً إنه إحنا نتحكم في السنسر بتاعتنا والبريفيرلز بتاعتنا مستخدمين شنو؟ فقط 2 pins في المايكرو كنترولر فدي واحدة من الأهداف بتاعت البروتوكول بتاعت الـ I2C طيب، عشان طبعاً نقدر نتعامل مع مختلفة مختلفة أو مختلفة مختلفة البريفيرلز موجودين على نفس الخط بتاع التوصيل قالوا لينا فيه مهمة في الـ I2C بروتوكول اسمها الأدرس بتاع السليف بتاعنا أدرس بتاع شنو؟ الأدرس بتاع السليف بتاعتنا أو البريفيرلز بتاعتنا لازم لكل بريفيرلز نعرف الأدرس بتاعه عشان نقدر شنو؟ عشان نقدر تكوميونيكات معاه يبقى ده الليلة ده الفكرة البسيطة بتاعت البروتوكول الحاجة الكويسة جداً جداً إنه الأردوينو عنده لايبري بتمكننا إنه إحنا نتعامل معه الـ I2C بسهولة شديدة جداً جداً ويعني بتشيل عنا العب الكبير إنه بتسهل علينا حقيقة الأمر ده زي ما أنا جاء نشوف طيب لو جينا شوفنا التوصيل بتاعنا زي ما قلنا الـ I2C LCD عنده خطين فقط واحد مع PIN 4 واحد مع PIN 5 الخط المكتوب أو PIN المكتوب عليه SDA ده بمشي مع PIN 4 Yes PIN 5 PIN 5 هو بمشي لنا مع SCL فهدي بس كده بعد كده عندنا طبعاً الـ Power 5V بنوصله مع الـ Power بتاعت الأردوينو أو الـ Power بتاع الأردوينو والـ Ground أنا أوصل Ground بتاع المايكرو تنشولر أو الأردوينو مع Ground بتاع الـ LCD طيب ده التوصيل بتاعتنا ببساطة شديدة طيب لو جينا للكود بتاعنا برضو الكود بتاعنا بسيط جداً جداً أول حاية بنجي نعمل include library اسمها Liquid Crystal I2C أوكي ده الطريقة اللي بنعمل بها include library ده هتمكننا ان احنا نتعامل مع LCD بتاعتنا أو I2C LCD بسيط بعد كده بنجي نعمل تعريف إضافي بالـ Structure ده وبعد كده بنقول LCD بنكتب الأدرس بتاعنا وبنكتب 16 معناها عندها 16 column عندها 2 rows أوكي طيب من وين انت ممكن تعرف الأدرس ده إما انت الحاجة اللي اشتريتها بيجيك معاها الـ Data Sheet بتاعتها بوريك الأدرس بتاعتها أو كمان فيه طريقة تاني software انك انت تكتب برنامج صغيراً يوريك الأدرس أنا ما هتشوك ما هعمله لكم لأنه أصبح في الغالب انك انت إذا كنت جوجل على السنسر المعينة لانت شغال به وتدعوه الـ Model Number بيجيك طوال الأدرس اللي انت ممكن تتعامل به بالنسبة للـ LCD بتاعتنا اللي احنا عندنا دي عرفنا من الأدرس بتاعها أو من الـ Data Sheet بتاعتها عرفنا أن الأدرس بتاعها وهو بالـ Hexadecimal 0x3f بالنسبة للـ LCD عشان نشتغل أول حاجة عندنا أمر اسمه LCD ضغط Initiate هايعمل Initiation للـ Communication ما بين المايترو كنترولر بتاعنا والـ LCD عندنا LCD Backlight الـ LCD دي فيه أنواع فيها Backlight يعني الـ Backlight ده معناه إضاءة خلفية بتساعدك إنك إنت تشوف يعني بتساعدك إنك إنت تشوف يعني الحاجة المكتوب في بعضهم ما فيه Backlight فأنا لو عايز أخلي الـ Backlight ينقى يضيء الأمر بتاعه LCD Backlight LCD Clear ده بعمل ليه Clearing لكل الحاجة الموجودة في الـ LCD بتاعتي قبل ما أبتدي أكتب أي حاجة على الـ LCD لازم أستخدم الأمر الاسمه LCD Set Cursor أوكي Set Cursor معناها شنو؟ معناها ودلي الكيرسر بتاعتي أو ودلي النقطة بتاعت البداية بتاعت الكتابة بتاعتي في الـ Column 2 الـ Row 0 أوكي اتذكروا إنه الـ LCD بتاعتنا دي فيها 16 معناها معناها هنا الرقم بتاعنا ده ممكن يمشي من 0 إلى 15 الأول ده هو الـ Number of columns بيمشي لدينا من كم في الحالة بتاعتنا دي؟ بيمشي لدينا من 0 إلى 15 لأنه عندنا 2 Rows أوكي الرقم بتاعنا ده ده بيدينا الـ Row Number بيمشي لدينا من 0 للـ Row الأول و 1 للـ Row الثاني تذكروا أنه يستحب الأوامر بتاعت الكتابة بتاعتنا لـ LCD عندنا عمر اسمه LCD Print وهذا بيطبع علينا String الأمر بتاع LCD بيطبع علينا شنو؟ بيطبع علينا String زي ما إنتوا تجي تشوفوا هنا أنا بتلايو LCD Print أوكي وكتبت ليو String اسمه Hello World وخطيته بتوين الـ Quotation ماردة عشان أفهم الميكو كونترولر أو الأردوينو إنو الحاجة المكتوبة دي هي عبارة عن شنو؟ هي عبارة عن String زي ما شايفين هنا قام كتب ليه Hello World أوكي؟ خيب فهنا LCD Print بيطبع علينا شنو؟ بيطبع علينا String طيب برضو تاني هاجة أقول له LCD Set Cursor لـ 2-1 أوكي أنا أعتقد هنا يمكن أن يكون غلط في القامل لكن أوكي هاجة أقول له LCD Write 65 طيب الأمر بتاع Write ده هنا مختلف شوية حقيقة الأمر بتاع Write ده هنا بيكتب لينا هو characters أوكي؟ فشوفوا هنا لو كتبتلوا LCD Write 65 حيطبع عليّ الكاركتر A أوكي؟ LCD Write بيطبع علينا character واحد character معناه شنو؟ بيطبع علينا ASCII characters شايفين الماب بتاعتنا دي؟ الماب بتاعتنا دي فيها 256 خمسة وخمسين sorry 256 character فيها 256 شنو؟ character فيه جزء هنا فاضي من 0 لحد 32 أو 31 ضع فاضي برضو 32 فاضي 33 أعتقد بعد كده عندنا الأرقام والSymbols الموجودين ديش شايفينه؟ عندنا جزء هنا فاضي عندنا ثاني هنا مجموعة من شنو؟ مجموعة من characters طيب لما أجي أقول له أطبع ليه 65 تعال نشوف 65 دي وين؟ يلا تعال نشوف كده دي 48 نمشي 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 هنا ده 64 هنا 65 و60 قام جاب لينا الاسكي character A أوكي لو عايز أطبع C عايز أطبع B هقول له أطبع ليه LCD right 6 و60 وهكذا طيب لو عايز أطبع زيرو لو عايز أربع الرقم زيرو طيب تعال نشوف زيرو وين هنا؟ زيرو هنا موجود فيه الcharacter نمره 48 في الماب بتاعتنا دي أوكي فأنا لو عايز أطبع الرقم زيرو هقول له LCD right هنا بدل 65 هيكون 48 أوكي فيبقى عنده طريقتين أنا ممكن أكتب بين معلومات على الشاشة يَا إما أستخدم الأمر بتاع LCD print واكتب له string يَا إما أستخدم الأمر بتاع LCD right وهنا هيكتب لي character كيف الميكرو كنترولر بتاعنا او الموديول بتاعنا بيكتب لنا ارقام لو جينا استخدمنا مثلا عايزين نطبع الرقم القدام لدى 24,345 وده رقم انتجر اوكي فده يكفي انه نقول له LCD print ونكتب الرقم بتاعنا الانتجر زي ما هو اوكي هيظهر لينا نفس الرقم شايفينه هنا 24345 اوكي ده لو استخدمنا الامر بتاعنا لو كان عندنا رقم فيو decimal point افترض انا عندي الرقم اللي هو 24.345 ده رقم decimal point لو جيت استخدمت الامر بتاع ال LCD print مع الرقم ده وهيطبع عليه لكن دائما هيطبع عليه فقط لتو decimal places هيطبع عليه كم لتو decimal places لحظه انا لما اديو الامر LCD print 24.345 طبع علي هنا كيف طبع علي 24.34 هيطبع عليه الرقم لكن بس هيكون لحد تو decimal places طيب what if انه انا عايز اطبع الرقم بعدد انا اتحكم في decimal places طيب الطريقة اللي بنستخدمها هي بنستخدم امر اسمه double two string float double two string float الامر ده d t o s t r f طيب الامر ده بياخد لنا float هنا وfloat اتذكروا انه كلمة float بتاعنا لينا هو رقم few decimal places او يعني رقم fractional اوكي بنكتبوا هنا ال input التاني بتاع الامر ده اللي هو انتوا شايفينه اربعة بيقول لنا الرقم ده minimum يكون اربعة characters او اربعة اه يعني اربعة digits اوكي اه ال digits اللي بتكلم عليها الاربعة ده ستة طيب اي رقم اكبر من الاربعة هيطبعوا زي ما هو اه بالكامل طيب الاربعة ده شنو الاربعة ده لو كان عندنا رقم مثلا لو كان عندنا رقم 24 فقط وانا كاتب له اربعة هنا كان هيعمل شنو كان هيعمل space فاضي space فاضي بعد كده يطبع لينا 24 اوكي اه يمكن الامر ده يكون شوية يعني حايز منكم بعض ال practice اه ارقل منتو يعني تدخلوا ارقاموا تغيروا يعني ال parameter ده وتشوفوا هو هيعمله كيف طيب 3 هنا دي شنو 3 هنا دي هي number of decimal places انا لو عايزوا تبعوا عليه فقط 3 decimal places هكتب ليه 3 لو عايزوا تبعوا عليه 2 هكتب ليه 2 لو عايزوا تبعوا عليه 5 decimal places هكتبعوا عليه 5 decimal places فهنا ده اقل number of digits اوكي اه في الرقم بتاعي لو عندنا ارقام اه اقل من ال من الاربعة هيعمل ليه مسافة فاضية empty space ويكتب ليه الرقم بتاعي اوكي اه الرقم بتاعنا ده ممكن يكون positive و negative اه positive معناها شنو معناها انه الرقم بتاعنا اه write a line write a line معناها شنو معناها الرقم ده سيب ال empty spaces في الشمال بتاع الرقم اوكي اه لو عملنا الرقم ده negative معناها اعملها left aligned معناها شنو معناها لو عندنا رقم اه spaces فاضية خليه على اليمين بتاع شنو خليها يمين او في نهاية الرقم في النهاية عندنا container اللي هي بتطلع الينا output بتاعنا النوع بتاع container ده هو نوع character فده لازم انت تتعرفه في code بتاعك في البداية طيب و بيتعرف character array بالطريقة دي طبعا الاسم هنا ممكن تحتار انت اي اسم العدد بتاع الرئيس لازم يكون define اه ولازم انت الرقم ده انت بتحدده كيف تحدده تعرف انه اكبر رقم انت ممكن تتعامل معه كم characters او كم يعني كم digit including decimal point و including minus يعني الرقم ده انا ممكن اقول عليه واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة سيدة فده انا عايز لي ستة ديجت بي اعرفوا هنا كيف سيدس بلي ما بكتب سيدة بكتب سبعة دايما اخدت اكبر منه اه شوية لو كنت بتوقع الرقم ده يكون فوقه اشارة بتاعت سالب هيكون عندي سالب واحد ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة مفترض اقوم اعمل هنا ثمانية او هكذا اه اعتقد لو انتو يعني دربتوا نفسكم عليه شوية اه هتقدروا تفهمون بعد كده بقوم بقول له LCD print ال character بتاعي هتصال لي زي ما هي زي ما انتو شايفين هنا اه اه طيب فيبقى لي نقول ان انا لو عندي رقم اه انتجر هايز اطبعه باستخدم طوال الامر بتاع LCD print هايز اصال لي زي ما هو اه لو عندي اه رقم فوق decimal point ممكن استخدم LCD print لكن في الحالة دي فقط هايطبع علي two decimal places اوكي اه لو انا داير اتحكم في number of decimal places الان اعيزة ها قوم استخدم شنو اه intermediate step الامر بتاع اه double two string float استخدم الامر بتاعنا دا وده هنا انا ممكن اتحكم ايزي لفي النمبر of اه decimal places اه بتاعنا اه طيب اه خلينا نجي اه نعاين ل الكود بتاعنا الكود بتاعنا اه بسيط الليلة شديد اوكي جينا عرفنا هنا الأمر بتاعنا بتاع الكاركتر C display قلنا سبعة ما منتوقع انه الأرقام اللي احنا هنتعامل معاها اكبر من كده اه عملنا include للليبري اه بتاعتنا جينا عرفنا اه ال LCD بتاعتنا المداز بتاعها والادرس بتاعها ده الادرس بتاعنا وال LCD اللي بنتعامل معاها هي 16 في 2 في ال setup جينا قلنا له LCD initiate LCD backlight معنا هشغلينا ال backlight بتاعتنا LCD clean طيب اول كود انا هشغلوا ليكم عشان انتم تعرفوا هايطبع علينا hello world وهيطبع علينا character A اوكي طيب خليني اه اشغلوا ليكم نعمل الله upload اوكي طبعا انا طابعة طيب اه واطف انه انا داير اطبع الرقم B B66 طيب يلا نعمل B شايفين في ال LCD بتاعتنا طبع علينا الحرف B طيب اعايز اه اطبع الرقم صفر وانه صفر في ال character mat بتاعتنا 48 اطبع علينا اطبع علينا اطبع علينا الرقم من character mat 48 طيب اه خلينا نوقف دا وبعد كده اه نشغلينا جزء من الكود التاني اطبع هذه المرة سنضبع ماذا؟ هذه المرة سنضبع الـ 256 الـ Character الموجودين في الاسكي ماب سنقوم بعمل لنا ماذا؟ سنقوم بعمل لنا في الـ Role الأول سنضع لنا الرقم بتاعنا يعني عادي سنقوم بعمل لنا الـ i الـ for loop بتمشي من 0 إلى 255 كل مرة بتزيد بواحد فهنلقى عندنا هنا زي عداد 0,1,2,3 وهكذا بعد كده تاني بعمل لنا شنو؟ سنستخدم الـ lcd-ride سنقوم بعمل لنا الـ Equivalent في الـ Character Map اوكي سنقوم بعمل لنا سنقوم بعمل لنا سنقوم بعمل لنا شوية لما يقوم بعمل لنا زمان طويل نقوم بعمل لنا نقوم بعمل لنا سنقوم بعمل لنا تقريباً الـ character map وفاضي حروف ما عندها معنا بعد كده بتبتدي الـ characters دي تصهر لينا 48 هيصهر لينا 0 هنمشي فمعناها شنو؟ معناها ده الرقم وده الـ equivalent بتاعه في الـ character map أنا لو استخدمت الأمر بتاع LCD write وكتبت له رقم هنا ما بين 0 و 52 وهنمشي يفتش الـ character map بتاعته ويضع علينا شنو؟ الـ character المقابل لها اوكي؟ اوضع عندنا جزء تاني فاضي في الـ character map اوضع عندنا جزء تاني فاضي في الـ character map أمشي لني من 0 لـ 250 ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر